لو بتدور على أحسن أداة دلوقتي لتصميم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي أو عايز تتعلم إزاي تكتب برومبت بشكل احترافي بكل سهولة يبقى أنت في المكان الصح في الفيديو ده هكشف لك على شوية طرق مجانية تقدر من خلالها تستخدم أقوى موديل حالي لصنع الصور بالذكاء الاصطناعي Flux AI الذي يعتبر منافس الأقوى لميت جيرني حاليا وأيضا ممكن يتفوق عليه في بعض الأحيان من حيث جودة الصور ومش بس كده ده كمان هنعمل مقارنة مباشرة ما بين Flux AI وميت جيرني عشان أثبتلك بالدليل العملي إن Flux AI هو أفضل موديل مجاني ومفتوح المصدر لرسم وتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي واللي انتوا شايفينه في الأمثلة المعروضة قدامكم بيوضح قد إيه الصور اللي بيطلعها الموديل ده وقعية وبجودة عالية جدا مقارنة بموقع ميت جيرني الشهير وكمان خلال الفيديو حاولك على أدوات بسيطة وفعالة لتحسين جودة البرومبت علشان تقدر تطلع صور أكثر وقعية وإبداعها تابع الفيديو للنهاية واكتشف كل الأسرار دي وبقى محترف في تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي لكن قبل ما تتفرج ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجعكم بيساعدني على استمرار في تطوير محتوى للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو فلاكس هو موديل جديد لرسم وتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة بلاك فورست لابس والشركة دي تكونت من موظفين كانوا شغالين في شركة ستابلتي اي اي اللي أنتاجت موديل ستيبل دفيوجن اكسل الشهير فلاكس بيمتاز بقدرته على عمل صور واقعية بشكل متميز جدا يفوق أي موديل آخر لرسم وتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي أيضا من المميزات الأخرى اللي بتميز فلاكس عن أي موديل آخر لرسم الصور هو قدرته على الكتابة على الصور بشكل احترافي وفي الميزة دي بالذات هو أفضل من أي موديل آخر من المنافسين وأيضا درجة الإبداع في الصور عالية جدا والتفاصيل الدقيقة بتكون واضحة بشكل مميز جدا موديل فلاكس بيأتي بتلت اصدارات فلاكس شنل شنل بالألماني معناها سريع وده أسرع موديل فيهم وأقلهم جودة ثم فلاكس ديف وده موديل متاح للاستخدام المجاني يعتبر جودة متوسطة وممكن أيضا تنزله على جهازك وتشتغل بيه عادي جدا بدون أي تكلفة ثم فلاكس برو وده بيكون متاح لبعض المواقع ولكن بشكل جير مجاني وده أعلاهم في الجودة وفي فيديو النهاردة هنستعرض أسهل وأحسن الطرق علشان تقدر تستخدم بيها موديل فلاكس بشكل مجاني وأيضا هنعمل مقارنة سريعة ما بينه وما بين ميت جيرني وإزاي نقدر نطلع منه أفضل النتائج الممكنة أول طريقة لإستخدام موديل فلاكس هو عن طريق موقع هاجينج فيس واللي بتوفره شركة بلاك فورست لابس الرابط ده طبعا هتلاقوه في وصف الفيديو هتلاقي عندك حاجتين حاجة اسمها فلاكس شنل وفلاكس ديف اللي اتنين زي بعض بس زي ما قولنا ان فلاكس شنل هو أقل جودة لو دخلنا على فلاكس ديف هتزهر لنا الصفحة دي هنكتب بسيط وفي الـ Advanced Settings أو الاعدادات المتقدمة ممكن أغير الـ Seed Number ممكن أكتب المائز بتاعي والـ Number of Steps دي بتزود جودة الصورة ولكن بتقللك عدد الصور اللي تقدر تعملها خلال اليوم بشكل مجاني طبعا ممكن نخليها مثلاً 50 Guidance Scale هنسبها زي ما هي سمرا دي الصورة النتاجة عندي ممكن لو ضغطت على زرار ده أعملها ده ونلود ودي الصورة بالحجم الطبيعي طبعاً لو بصينا على حجم التفاصيل الدقيقة الواضحة في الصورة رائعة جداً وبنسبة 100% قدر أقول لك مفيش أي منافس حيطلع لك هذه التفاصيل الدقيقة معده طبعاً ميت جيرني ولكن طبعاً عيب ميت جيرني إن هو مش مجاني وبيحتاج اشتراك طبعاً موقع Hugging Face بيسمح لك بعمل عدد من الصور بشكل مجاني خلال اليوم وحدود الاستخدام دي بتجدد كل يوم الطريقة التانية لتشغيل موديل Flux مجاناً وهي عن طريق الموقع اللي احنا شايفينه قدامنا ده Glyph والموقع ده حيسمح لك إنك تشغل الموديل 20 مرة في اليوم ولكن ميزة الموقع ده إنه هو عن طريقه حتقدر تشغل موديل Flux Pro هتفتح الرابط بتاع موقع Glyph اللي أنا حسيبه لك في وصف الفيديو هتكتب البرومبت بتاعك هنا مثلاً كتبنا photo of Arabic young man 30 years old صورة شاب عربي عنده 30 سنة هنا بتختار الماس أو الاسبكت ريشيو هنا طبعاً ممكن تختار ما بين الموديلات التلاتة ثم تضغط على run this glyph وعايز أقول لكم على حاجة مهمة أنا أنا مزبط لكم الأداة بحيث إن هي تاخد منك البرومبت وتزود عليه تفاصيل أكتر عن طريق شات جي بي تي بحيث إن الصورة تطلع الجودة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده لو كبرنا الصورة هنجد إن الصورة واقعية بنسبة كبيرة جداً زي ما نشايفين الصوابع والإيدين ما فيهاش غلطة تفاصيل الوجه واقعية جداً لو حابب إن أنا أعمل download للصورة دي بضغط على الزرار ده خلونا نجرب نكتب رومبت تاني عشان نشوف ماذا الإبداع بتاعه ultra realistic image ancient Egyptian shouting angry energy detailed صورة لفرعوم مصري قديم غاضب وبيصيح خلونا نشوف النتيجة مع بعض طبعاً مش محتاجة أتكلم عن ماذا الإبداع والروعة ودقة التفاصيل في الصورة طيب هل موديل flux يقدر إن هو ينافس mid journey مش هنعرف ده نجرب التجربة العملية خلونا ناخد صورة أو برومبت جاهز من mid journey ونحاول نشوف هل هيطلع لنا نتائج مشابهة هناخد مثلاً صورة زي دي هنكتب نفس البرومبت بالزبط realistic photo of an Arabic warrior fighting in a war صورة واقعية لمحارب عربي في الحرب ثم run this glyph علشان نشوف النتيجة ودي صورة النتيجة عندي كمية التفاصيل والدقة في رسم الوجه وتفاصيل الشعر والإيدين ما فيهاش غلطات وتفاصيل الملابس وحتى القماش والتون بتاع الجلد طبعاً حاجة في منتهى الجمال دي صورة بتاعت flux ودي صورة mid journey طبعاً النتيجة دي بتدل على إن ده مؤشر جاد جداً إن أنا أقدر أستخدم هذا الموديل كبديل قوي جداً لميت جيرني وبالمجان تماماً وده أيضاً مثال تاني لصورة على ميت جيرني لشخصية كرتونية لجمل هناخد نفس البرومبت من على موقع ميت جيرني ونحاول نولد نفس الصورة باستخدام موديل فلاكس ودي النتيجة النهائية طبعاً حاجة جميلة جداً وإبداع من موديل فلاكس وده مثال تالت لصورة على ميت جيرني ودي النتيجة على موديل فلاكس طبعاً الصورة رائعة جداً التفاصيل في الوجه زهرة وواضحة جداً دي الصورة على موقع ميت جيرني ودي الصورة على فلاكس طبعاً المقاس عشان مختلف ففي مثال ميت جيرني مركز على الوجه فقط لكن هنا مركز على الوجه ورسم كمان صورة البحر كما هو مكتوب في البرومبت الطريقة التالتة لإستخدام موديل فلاكس أيضا بشكل مجاني وهي عن طريق الموقع ده Tensor Art هتلاقي الرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو طبعا أنا الموقع ده كلمت عليه كتير وقلتلكه قبل كده أنه هو من أفضل المواقع لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي لأسباب كتير جدا وعملت عليه فيديوهات كتير الموقع بيديك حوالي 100 كريدت يوميا لتوليد الصور علشان تستخدم من عليه موديل فلاكس طبعا بعد ما تعمل حساب مجاني ممكن تضغط على الرابط ده اللي عليه علامة التريفزيون ومكتوب عليه فلاكس أو في القائمة تضغط على AI Tools ومنها تختار موديل فلاكس هتظهر لك الصفحة دي هنكتب هنا البرومبت بتاعنا وهو بيمثل صورة راجل بسيط عجوز لابس تشيرت مكتوب عليه كلمة I love بسيطة تيوب هتكتب هنا مقاس بتاعك الطول في العرض بالبيكسلز عايز تطلع كم صورة هختار مثلا 4 جايدنس دي طبعا هو حيلتزم الدقيب البرومبت لو عايز صورة واقعية خلي القيمة دي من 2 ل3 لو عايز تعمل صورة أنيمي خليها من 3 ل4 وطبعا على حسب عدد الصور والمقاس بتاعك هو بيسحب منك عدد معين من الكريدت يعني احنا هنا عملنا 4 صور هياخد مننا 8 كريدت ثم هضغط على Go دول الاربع صور اللي تلعوا من البرومبت كلهم أحلى من بعض لو كبرنا الصورة دي مثلا راجل عجوز ومكتوب على التشيرت بتاعه ومنتهى الاحترافية I love بسيطة تيوب والصور واقعية جدا كأنها صور فوتوغرافية لن تحصل على مثل هذه الجودة على الأقل في المواقع المجانية الأخرى المنافسة وميزة كمان موقع تنسور أرد أنه هو بيولد صور حجمها كبير يعني لو عملنا دول لصورة دي الصورة حجمها حوالي 4 ميجا وده الحجم الطبيعي لها تفاصيل دقيقة جدا ورائعة أيضا أحد مميزات موقع تنسور أرد مع موديل فلكس أنه هو ممكن يفهم البرومبت بتاعك بالعربي يعني إحنا كتبنا البرومبت كما هو واضح باللغة العربية فهو بيقترح أنه هو يترجمه هضغط على apply يبتدى أنه هو فعلا ترجمه تعالى نشوف كده النتيجة ودي صور النتيجة عندي طبعا نتيجة روعة الروعة صور أكثر من رائعة وجودة عالية جدا وإبداع جميل جدا في توظيف الكتابة مع الصورة نفترض أنك عايز تكتب برومبت احترافي زي البرومبت اللي بتشوفها على ميت جيرني وليوناردو وأدوات تانية كتير عشان تطلع صور وقعية أكتر أو فيها إبداع أكتر في أكتر من طريقة هنشرحهم دلوقتي أول طريقة منهم هو استخدام الرابط ده على شات جي بي تي وده عبارة عن رابط لجي بي تي مخصص لكتابة البرومبت على فلكس فلو أنا مثلا كتبت هنا برومبت بسيط جدا فارس عربي على حصان من الزهب وصورة مقربة ثم حتغط انتر ابتدأ أنه يولد لي خمسة برومبت مفصلين أقدر أن أنا استخدمهم على فلكس فلو أنا مثلا أخدت البرومبت ده كمثال كوبي ثم على موقع تنسر أرض بيست طبعا كما هو واضح البرومبت بقى أطول بكتير وفيه تفاصيل كتير جدا طبعا خليني أوريكو الخمس أمثلة مع بعض طبعا روعة الروعة الأمثلة كلها أحلى من بعض تفاصيل دقيقة جدا في الصور وصور وقعية بدرجة كبيرة جدا وقدرنا بمنتهى السهولة أن احنا نحسن البرومبت عشان نطلع منه صورة فيها إبداع زي ما احنا شايفين كده الطريقة الثانية عشان تكتب برومبت بمنتهى البساطة احنا كاببين هنا برومبت قصير جيبشن فرعون مصري عجوز لابس نظارات كل ما عليك أنك حتضغط على الزرار ده هيبتدي تنسر آرت أنه يحسن لك في جودة البرومبت ويديك أفكار مع الحفاظ على الفكرة الأساسية اللي انت كتبها زي ما احنا شايفين كده ودي صور النتجة عندي طبعا حاجة في منتهى الجمال والإبداع الطريقة الثالثة وهي أنك تستخدم هذه الأداة على موقع ممكن بمنتهى البساطة تكتب له فكرة البرومبت بتاعك هنا Arabic Old Man مثلا عندك هنا العديد من الاختيارات اللي ممكن تغيرها علشان تتحكم في البرومبت زي المكان وشكل الشخصية أو مثلا الشخصية لابسة A ثم بتنزل تحت خالص وتضغط على generate prompt فبيكتب لك البرومبت بناء على الاختيارات اللي انت اخترتها هنا أو ممكن تضغط على الزرار ده generate prompt with LLM عشان يكتب لك prompt مفصل بنفس الفكرة أو الاختيارات اللي انت اخترتها هنا هناخد البرومبت ده copy ونجربه على موقع تنسور ارت مع استخدام موديل فلاكس ثم جو وديه طبعا الصور النتجة عندي طبعا إبداع ليس له حدود وطبعا بعد كل الأمثلة اللي وضحناها النهاردة ومقارن الفعلية مع ميت جيرني نقدر نقول ان فلاكس حاليا يعتبر افضل بديل مجاني لميت جيرني ومن الممكن في بعض الاحيان تصميم صور به تضاهي في جودتها جودة ميت جيرني او في بعض الاحيان افضل وبشكل مجاني بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتوا كونوا استفدتموا الفيديو لو عجبك الفيديو ونتنساش اللايك والشير لان ده بيساعدني على تطوير محتوى باستمرار للافضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله